موسيقى أسد اللات يعد من الأكثر المنحوطات التدمرية إثارة وهو القائم في حرم معبد اللات بتدمر لحماية المعبد والزائرين له وكرمز للسلام والأمان واكتسب شهر واسعة كرمز من رموز مدينة تدمر الأثرية لأهميته وأهمية هذه المنحوطات عرضت المديرية العامة للأثار والمتاحف تمثال أسد اللات التدمرية لجمهور بعد انتهاء عمليات ترميمه بمشاركة خبراء أثار بولنديين وذلك في حديقة المتحف الوطني في دمشق لنحكي أكثر عن التمثال وأهميته ومراحل إعادة الترمير بسرنا أن نرحب بالسيد نظير عواض مدير شؤون المتاحف بدمشق سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك سباح الخير بالبدأية خلينا نحكي عن اختيار أسد اللات لإعادة ترميمه يمكن خلينا نحكي كيف تمت دراسة المشروع ووقع الاختيار هلا بالطبع وقع الاختيار على المنحوطة لكونها من أهم المنحوطات أو أهم التماثيل التدمرية التي نقلت من تدمر بعد قيام عصابات داعش بتحطيمة عند استيلائهم على المدينة فنقلت بشكل منهجي إلى دمشق وبشكل علمي فور تحرير المدينة على يد أبطال الجيش العربي السوري ووضعت في المتحف الوطني يشار أن الخبراء البولندين أيضا هم أنفسهم شاركوا في عملية النقل في عملية توضيب القطع والشظايا ونقلت إلى المتحف الوطني درر كتير كبير كان طبعا هناك أضرار يعني طالت هذه المنحوطة فيما بعد بعد إجراء اتصالات مستفيدة مع منظمة اليونسكو ورغبة أيضا البولنديين في ترميمه في ترميم هذه التحفة لكون بعثة بولونية هي التي اكتشفت هذه المنحوطة عند تنقيبها في معسكر ديكلوسيانوس أو في مكان المعسكر لتكتشف معبدلات وتكتشف هذه المنحوطة أيضا يعني أو تكتشف أجزاء المنحوطة في نفس المكان فهذه الرغبة والتعاون ما بين المديرية العامة الأثار والمتاحف أدى بالنهاية بعد جملة من المدولات إلى إقرار ترميم هذه المنحوطة الهامة وبالفعل تكفلت اليونسكو بتكاليف ترميم وحضر السيد بارتوش وهو نفس الشخص الذي قام بترميمه مرتين على التوالي أو قام بترميمه على الأقل عام 2005 أمام متحف تدمر كان أمام متحف تدمر فالخبير البولوني وأيضا خبراء المدرية العامة لأثار المتاحف بالتعاون مع اليونسكو وبدعم توجيه السيد وزير الثقافية ووزارة الثقافية أنجز هذا العمل على مرحلتين بمعايير دقيقة باستخدام مواد مهمة جدا ومن ثم تم وضعه كما تفضلتم في الزاوي الجنوبي الشرقي من المتحف الوطني اختيار المكان كان اختيارا مدروسا ومنهجيا بالنسبة للعرض المتحفي يمكن زيارته ورأيته من عدة أماكن ومن عدة زوايا ويتيح للزائر الاستمتاع برؤية تمثال أسادلات النادر والاستثنائي المكتشف في مدينة تدمر نعم خلينا نحكي دكتور لك أيضا عن هل كان الخبراء البولنديين شافوا صعوبة بالترميم بالمشاركة مع خبراء الآثار السوريين وكيف تم التعاون وخلينا نحكي كمان عن تمثال أسادلات عن أهميته لماذا سمي أسادلاته إلى أي حقبة بيرجع منحوطة أسادلات هي كما ذكرنا قبل قليل أحد أهم المنحوطات التدمرية والتماثيل التدمرية لهذه المنحوطة أهمية فنية وتاريخية وأسرية وأيضا لها مدلولات روحية كانت أثناء وجودها في معبد اللات إما على المدخل أو في باحة المعبد لها دلالات رمزية عميقة ومهمة جدا فإننا نرى أسادلات يحتضن حيوان المهى في حين أن الطبيعة الأسد هو الصياد وحيوان المهى من يطارد باستمرار فهذا له رموز عميقة جدا تتعلق بالسلام تتعلق برسالة السلام داخل هذا المعبد تتعلق بالإلهة اللات التي تعتبر من الآلهات الهامة من الآلهات المهمة في مدينة تدمر والرئيسي فله رسالة داخل المعبد ونذكر أن نقشا على جزئه الأيسر يقول أنه مباركا أو مبارك كل من دخل المعبد ولم يسفك الدماء بالطبع هو المنحوط الوحيد المكتشف في تدمر بهذا الشكل له قصة طويلة يمكن تأريخه على فترة القرن الأول والثاني الميلادي بالطبع أقدم الرومان على تحطيمه بعد إسقاطهم لمدينة تدمر واستعمال أجزاؤه في بعض الأبنية ومنها معسكر ديكلوسيانوس إلى أن اكتشفته البعثة البولندية عام 77 بالطبع بالنسبة للشق الثاني من السؤال وأعمال الترميم لم يكن هناك صعوبات تذكر لأن الصعوبات ذللت بالكامل في المتحف الوطني ومن قام بعملية الترميم من الجانب البولندي من الأصدقاء البولنديين يتمتع بخبرة جيدة وأيضا المدرية واكبت العمل وأشرفت عليه من خلال خبراء ومهندسين كانوا بشكل يومي موجودين وسعينا أن يكون الترميم بالتعاون مع اليونسكو والجانب البولندي أيضا وفق أعلى المعايير العالمية وبأدق الطرق وبأحدث تكنولوجيا ممكن لأهمية هذه القطعة طبعا عرضة في هذا المكان وفي هذا التوقيت له رسالة مهمة جدا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي نحن كمؤسسي المدرية العامة لأثار المتاحف وبدعم من وزارة الثقافي ما ضونا في عملنا كنا نعمل خلال الأزمة والآن إن شاء الله الأزمة شارفت على الانتهاء ما زلنا نعمل ومستمرون في عملنا تشاركنا مؤسسات وطنية كثيرة في معركة الدفاع عن التراث السوري والإرث الحضار السوري لكوننا إن لم نكن دولة عظمة في أي شيء فيمكن القول أننا دولة عظمة بما نمتلكه من تراث وآثار نعم سيد نظير يمكن خطوة مهمة ببداية إعادة ترميم وطبعا حضرتكم إن كما عم تأسروا وجهود عم تبذل من أجل الحفاظ على هالإرث الحضاري والثقافي وإعادة ترميم ما تم تهديمه من قبل الجماعات الإرهابية ولكن في خطوة تانية بعد منحوطة أسدلات أو كأنه أسدلات راحة خير لباقي المنحوطات أو باقي بتأكيد بتأكيد أولاً يعني الخطوات المتخزة سابقاً يعني عملية النقل المنهجي لكثير من المنحوطات التدمرية إلى دمشق وأماكن أخرى أماكن آمنة وتوظيمة بشكل منهجي وبشكل علمي هي الخطوات الأولى للتحضير للبدء بأعمال الترميم لكن كما قلت أنه نحن نتمنى أن نحصل على أهم الخبرات وأن نقوم بأهم الأعمال طب في خطة واضحة موضوعة نعم هناك خطة واضحة للبدء بأعمال ترميم القطع المتحفي الموجودة في المتحف الوطني في دمشق بالتأكيد طبعاً بدأت الأعمال منذ فترة لكن يسبق عملية الترميم يعني تنفيذ عملية الترميم يسبقها الكثير من الخطوات هناك دراسة وهناك توضيب وهناك دراسة لأولويات أين نبدأ وبأي قطع نبدأ وهناك عملية فرز ستكون للقطع أيها أكثر ضرر وأيها أقل وما إلى ذلك لكننا مستمرون وما عرضناه يؤكد تماماً أن المديرية العامة بدعم من وزارة الثقافة ماضية في عملها يعني لن نتوقف بالطبع هذا فيما يتعلق بالقطع أما فيما يتعلق بالمباني الأثري التي تضررت فأيضاً نحن لم نتوقف ولا يمكن أن نذكر بعجالي كل الأعمال التي قمنا بها فنحن في المديرية العامة بدأنا بأعمال ترميم ونفزت في قلعة الحصن أيضاً بعد تحرير هذه القلعة نفزت كثير من الأعمال في الأماكن التي تعرضت الأضرار أجرينا أيضاً ترميم في الجامع الأموي بالتعاون مع أيضاً وزارة الأوقاف وأعمال الترميم العادية التي يعني كنا نقوم بها قبل الأزمة كانت مستمرة دائماً أعمال التنقيب أيضاً مستمرة هناك دراسات تجري في حلب مستفضة أيضاً لإجراء أعمال ترميم أيضاً للمباني التي تضررت والتي تعود ملكيتها للمدير العامة للآثار والمتاحف إذن هناك تعاون كبير يسير وهناك اتفاقيات أيضاً أبرمت لأعمال الترميم في أغلب المدن التاريخية السورية على الأقل حمص وحلب والمدرية تشرف وتواكب كل هذه الأعمال نضيف أن أيضاً فرق فنية من المدرية العامة للأثار والمتاحف قامت أيضاً بتقييم الأضرار في مدينتي حمص وفي حلب وأجرت مسوحات لتحديد المداخلات الإسعافية في المدن التاريخية هذا على صعيد المباني وذكرنا أيضاً على صعيد القطع المتحفي أن ما يحضر للمستقبل أيضاً سيكون وفق الآلي نفسها التي رمم فيها تمثال أسدلات وأيضاً نحن مفتحين على أي تعاون على أي يد تمد لمساعدة التراث السوري خلال محنته وأزمته لكننا أيضاً نصرون على الصعيد الوطني بكل الإمكانيات الموجودة أن لا نتوقف وأن نتابع مشاريع الترميم في قطع المتحفي المتضرر في تدمر أو مكان آخر وأيضاً على مستوى المدن التاريخي والمواقع الأثري والمباني التاريخي خلينا نحكي كمان عن الخطط المستقبلية اللي عم تشتغل علي مديرات المتاحف والآثار وهل الأثار اللي عم تلقى للمتحف هترجع بعد تطهير الأراضي السورية من الإرهاب لما كانه ورح تضل على المتحف كأنه شاهدة على الإرهاب اللي صار به المناطق بالتأكيد هذه الفترة الهامة أو الفترة العصيبة التي مرت يجب أن يكون لها شواهد في كل الأمكن و هذا سيدرس لاحقاً بالنسبة للقطع التي نقلت إلى أماكن آمنة بالطبع ما زالت الآن محفوظة ولم نبدأ بعمليات تحريك لها إلى أي أماكن أخرى لأن ذلك يحتاج إلى دراسات مستفيدة وإلى دراسات عميقة سيما وأن بعض المتاحف تأثرت بشكل شديد جداً وبعض المتاحف تأثرت بشكل أبسط أنا أتحدث عن مبنى المتحف وليس القطع المتحفي لأن قطعنا المتحفي نسبياً وبرقم معقول نقلت إلى أماكن آمنة وكانت تجربة النقل وعملية النقل تجري برائدة حتى على مستوى العالم القطع محفوظة بأماكن آمنة وحين تهيئت المتاحف كما يجري في تدمر وهناك مداولات ومباحثات كثيرة هل سنعيد المتحف القديم سنعيد إليه العمل هل سيكون هناك متحف جديد بالطبع هناك سعي ليكون المتحف تدمر القديم باعتباري أصبح جزءاً من المدينة يكون فيه بعض الأشياء التي تشير إلى هذه الفترة وتكون شاهد على هذا الضرر الذي طال مدينة تدمر وغيرها لأنه أصبح جزء من تاريخها وفيه متاحف أخرى أيضاً كحلب المتحف كمبنى تضرر أيضاً بنسب مختلفة فنقوم بالكثير من الاتصالات والكثير من الدراسات حول هل نعيد العمل في متحف حلب أم هناك حاجة لمتحف جديد طبعاً خطة إنشاء المتاحف أيضاً يجب أن تواكب وأن تسير جنباً إلى جنب مع خطة إعادة الأعمار لأن إعادة الأعمار تتطلب أعمال تخطيطية وتنظيمية للمدن والمباني وغير ذلك ففي هذا السياق نحن مستعدون ولدينا الكثير من الأفكار وأيضاً واكب أي شيء يطرح على الساحة العالمية في مجال العرض المتحفي الجديد والتقنيات المستعملة وغير ذلك حتى إذا حانت الوقت لبدء العمل ببعض المتاحف نكون جاهزين لإقامة عروض في هذه المتاحف لافتتاح صلاة وغير ذلك وفق أحدث رؤية أو وفق أفضل رؤية موجودة على الساحة العالمية وفي المحيط أو في الجوار وغير ذلك نعم سيد نزيرة عوض لحنا كثير بنا نتشكرك وأكيد نتشكر كل حدا يمكن عم يساهم بالحفاظ على التراث والحضارة السورية وإن شاء الله كل المتاحف وكل المنحوطات وكل شيء يتعلق بحضارة سوريا بيرجع أحسن من قبل إن شاء الله شكراً لك شكراً لك شكراً لك كل المعلومات اللي عطيتنا ياها موفقين بأعمال الترميم شكراً لوجدك معنا ضمن أجواء كان عنوان